متى تنغرز البويضة بعد الإبرة التفجيرية؟ لمعرفة الإجابة وكل التفاصيل تابعوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بيكم في انخلاصة يوم النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل السيدات اللي بيفكروا في الحمل وهو متى تنغرز البويضة بعد الإبرة التفجيرية بس قبل ما نبدأ لايك واشتراك وتعليق جميل عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد الإبرة التفجيرية هي وسيلة بتستخدم لتحفيز عملية التبويض عند السيدات اللي بيعانوا من مشاكل في التبويض الإبرة دي بتحتوي على هرمون بيساعد في نطق البويضة وانفجار الجريب اللي بيحتويها بتستخدم الإبرة دي عادة في حالات العكمة أو تأخر الحمل وبتكون جزء من بروتقول الهلاج اللي بيحدده الطبيب متى يحدث التبويض بعد الإبرة التفجيرية؟ بعد ما تغذي الإبرة التفجيرية التبويض بيحصل عادة في خلال من 24 ل 48 ساعة متوسط حوالي 36 ساعة في الفترة دي البويضة بتكون جاهزة للتخصيب وبدأ بيكون الوقت المثالي للجماع لزيادة فرص الحمل بعد التبويض البويضة بتتنقل لقناة فلوب وده المكان اللي بيحصل فيه التخصيب الحيونات المنوية بتقدر تعيش في الجهاز التنسولي للمرأة لمدة تصل إلى 5 أيام فممكن يحصل التخصيب لو كان فيه جماع قبل أو بعد التبويض متى تنغارز البويضة المخصبة؟ بعد التبويض والتخصيب البويضة المخصبة بتبدأ رحلتها من قناة فلوب للرحم بيحدث عملية انغراض البويضة المخصبة بعد حوالي من 7 إلى 8 أيام من التبويض البويضة المخصبة بتلتسك ببطنة الرحم وبتبدأ في النمو والتطويض في بعض العوامل اللي بتأثر على انغراض البويضة زي صاحة بطنة الرحم لازم تكون بطنة الرحم صحية وسميكة علشان تستقبل البويضة المخصبة اتنين التوازن الهرموني الهرمونات بتلعب دور كبير في نجاح حملية الانغراض نمط الحياة التغزية السليمة والابتعاد عن التدخين والقحول بيساعدوا في تحسين فرص الانغراض في بعض الحاجات والنصائح اللي لازم تلتزمي ان انت تلتزمي بتعليمات الطبيب بخصوص توقيت الجماع بعد الابرة التفجيرية لزيادة فرص الحمل في حالة وجود اعراض غير طبيعية او قلم شديد لازم تتواصل مع الطبيب فورا ده كان موضوعنا النهاردة عن متى تنغرز البويضة بعد الابرة التفجيرية ان شاء الله الفيديو القادم عن علامات انغراض البويضة لو عندكم اي اسئلة او استفترات اكتبها في التعليقات لا تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة